يكمن الشيطان في التفاصيل بدوافع شريرة عادة وفي تفاصيل تنفيذ اتفاق الرياض تكمن دولة الإمارات متسترة بيافطة التحالف ومستغلة فشلت سعودية وتراجع قيادتها في اليمن ومستثمرة حاجة محمد بن سلمان لمحمد بن زايد مصادر عسكرية رفيعة تقول إن ما يجري في محافظة أبيان والعاصمة عدن هو انقلاب كامل في التفاصيل المتعلقة بآليات وإجراءات تنفيذ اتفاق الرياض وعملية الانسحاب والشكل تموضع الطرفين وإحلال القوات البديلة بحسب الإعلان السعودي فإن مدة تنفيذ الجانب العسكري حددت بأسبوع واحد وتحت إشراف مباشر من لجنة عسكرية سعودية متخصصة فماذا حدث وقد انتهى الأسبوع المحدد؟ هل استكملت كل خطوات التنفيذ وانسحبت قوات الطرفين من أبيان؟ ومن القوات البديلة؟ وغل خرجت قوات الانتقالي من عدن وسلمت السلاح الثقيلة للجنة العسكرية السعودية؟ لا تبدو الإجابة على مصير تفاصيل التنفيذ متناسقة مع جوهر وبنود الاتفاق بل إن الإمارات والميليشيا التابعة لها تعيد إنتاج مسرحية انسحاب الميليشيا التابعة لإيران من ميناء الحديدة حرفيا إذ سحبت قوات الحزام الأمني التابعة لها من مناطق التماسف أبيان وقامت بإحلال ألوية أبو زرع المحرم مكانها وبدلا عن قوات الشرعية كذلك وأبو زرع هو رجل أبو ظبي الأول ونصبته قائدا عاما للألوية التابعة لها داخل العمالقة وهي قوات تتلقى دعمها وتسليحها ورواتبها وتوجيهاتها من قيادة القوات الإماراتية بشكل مباشر وشاركت في الانقلاب على الحكومة الشرعية بعدا مصادر عسكرية رفيعة قالت إن الإمارات كانت قد أرسلت ألوية تابعة لها بقيادة أبو زرع كتعزيزات لمساندة ميليشيا الانتقالي في القتال ضد الشرعية في أبيان وبعد أن جرى الاتفاق قبل أيام على سحب قوات الطرفين من مواقع تمركزها كانت المفاجأة بإحلال الألوية نفسها بدلا عن قوات الطرفين وهي خطط جديدة تحاول من خلالها الإمارات اعتبارها قوات محايدة على الطريقة الحفية في مسرحية الانسحاب الشهيرة بميناء الحديدة لكن ما دور السعودية على الأرض وكيف تشرف على هذه المهزلة وتعتمد إجراءات لم يتضمنها اتفاق الرياض بنسخته الأولى ولا الثانية ولا ضمن آلية تسريعه هل تفاجأت الرياض باستقدام ألوية بازرع التابعة للإمارات واعتبارها قوات محايدة أم أن الدولتين نسقت مسبقا للعب على الشرعية لكن في المقابل ما هو موقف قيادة الشرعية وهل ستقبل إحلال ألوية تابعة للإمارات محل قواتها في أبيان وعدا؟ اشتركوا في القناة